الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحلة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات الكرام في هذا اللقاء الجديد والمتجدد بحضراتكم من اللقاءات التي نستعرض فيها وإياكم شيئا من القيم الشرعية التي جاء بها نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثير من القيم الشرعية العظيمة قيمة العلم أن الإسلام جاء ليحثب على العلم وعلى تعلم الخير للعمل به ومعرفة الشر للحذر منه ولهذا الله تعالى يقول قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون ويقول سبحانه وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك حتى قرر العلماء أن الإنسان يبدأ بالتعلم أولا قبل أن يعمل كما بواب المخاري في صحيحه في كتاب العلم وغيره من أهل العلم الذين نبهوا على هذا المقصة العظيم قبل أن تفعل أمر تعلم هل هو حلال أم حرام إما من خلال السؤال تسأل هل هذا الفعل حلال ولا حرام ظلم ولا عدل أو من خلال مراجعة الطرق التي من خلالها يتعلم العسال مثل هذه الأمور والله سبحانه وتعالى يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ويقول سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء يعني الذين يخشون الله حق الخشية من عباده سبحانه هو العلماء لماذا؟ لأنهم يعرفون قدر الله ويعرفون صفات الله تعالى ويعرفون شرع الله ويعرفون أليم عقابه لمن عصى وتكبر وظلم وتسلط على خلق الله ويعرفون ثوابه العظيم لمن أطاع والقادة وأمر بالخير وسار في طرقات الخير جعلنا الله وإياكم منه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته بيّن أهمية معرفة وتعلم العلوم النافعة في غير ما حديث منها قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين يعني يسر له سبل التفقه في الدين وقوله يفقهه في الدين ليس محصورا على علم الفطر الشرعي كما يضل الكثيرون لا وإنما يشمن كل أبواب العلم الشرعي بما فيها العقائد والأخلاق والآداب والنقاصد الشرعية والقضاء وغيرها يعني يتعنّم الخير ليعمل به ويتعنّم الشر ليجتنبه فذيفة يقول رضي الله عنه أرضاه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني ليش أسأل عن الشر عشان لا أقع فيه عرفت الشر لا للشر لكن ليتقيه من لم يعرف الخير من الشر يقع فيه فمعرفة الشر لاجتنابه هذا أنك تعرف المعصية حتى تتجنب تعرف أن هذه حرام تعرف الظلم حتى تتجنبه تعرف بارك الله فيك أن هذا الشر لا يجد لك أن تفعله حتى تتجنبه فاصل يسير ورعوذ إليكم بإذن الله حياكم الله مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات الكرام أيضا يقول صلى الله عليه وسلم في بيان أهمية الإن يقول طلب الإن فريضة على كل مسلم ويفوض صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة ويفوض صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا أشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ولزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده هذه كلها تبين لكم أهمية العلم والعلم يا أخوات العلم المقصود هنا في أكثر هذه الأحاديث والمسلوص هو العلم الخير لأن العلم ينقسم إلى قسمه علم نافع وعلم غير نافع علم نافع ينقسم أيضا إلى قسمه هناك علم ديني وهناك علم دنيوي علم الطب نافع ومطلوبة فاليها الإسلام علم الحساب علم الكمبيوترات علم الفايروسات كل العلوم التي تخدم البشرية وتمنعها من الشرور فهي مطلوحة العلوم الأسكرية مع أن الأصل الناس تسأل لصناعة الخير وليس لصناعة الشر في حين أن كثير من البشر اليوم يجتهدون في صناعة الشر صنعوا الأسلحة النووية والبيولوجية والذرية فقط يفكرون كيف يصنعون أسلحة الدمار الشام التي تخضي على الإنسان وتخضي على الأخضر واليابس تمكنوا من العلم ومكنوا عبد الله وأصبحوا لا يفكرون إلا في الشرور لكن أنت كإنسان حتى تقاوم هؤلاء الشريرين وهؤلاء الأهل الشر عليك أيضا أن تبرع فيما برع فيه لتحمي نفسك تحمي نفسك شخص صنع بندقية ليعتدي عليك يجب أن توفر لنفسك بندقية حتى تدافع النفسك وتحميك تحمي الأيتام والفقراء والنساء وكبار السن تحمي المواطنين الأبرياء المدرين الذين لا علاقة لهم بمثل هذه الأمم وهكذا يا أخواني كل العلوم النافع علم الهندسة علم الطب علم الأحياء علم الفضاء علم الطيران علم الملاحة علم النقل كل علم الأجن السيبراني كل هذه العلوم الإنسان بحاجة ماس لها والإسلام يحث عليه يحث عليها غاية الحد ولهذا الذي يظن أن الإسلام فقط يأمر بالعلوم الدينية هو مخطئ وكثير من العلماء بيّنوا هذا الخطأ ومنهم كان الشيخ الجليل عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله رحمة الواسعة وبالمناسبة هذا العالم كان يعيش في ملطقة قصيم وكانه مراسلات كثيرة مع مشايخ الكويت وعلماء الكويت ووجهاء الكويت في عصره عليهم جميعا رحمة الله هذا العالم أنه رسالة في بيال أن كل العلوم النافعة الشريعة تحث عليها لماذا علم هذه الرسالة؟ لأنه ظهر أشخاص وظهر الدعاوة تطالب بالاقتصار على العلم الشرعي فقط وعدل تعلم عن علوم النافعة من يريد الله به خير يفقه في الدين ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهن الله له به طريقا إلى انجل هكذا هي قيم الإسلام كلها تحث عن الخير أول كلمة نزلت من القرآن أوله تعالى اقرأ وفيها مدلولات عظيمة لمن تأملها وصلوا إياكم من ختام هذا اللقاء وننقاكم إن شاء الله في لقاءات قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة